وباختصار لو سبحت أريد من عندك كلمة أخيرة لمن سيعطي صوته للأستاذ ليث الدليم أقول لهم إن شاء الله أني باقي على العهد عهدتكم في بداية الدورة السابقة أن أكون خادم لشمال بغداد وأحمل الأمانة بمنتهى المحبة والصدق وإن شاء الله مستمر في خدمتكم ناوين نكمل مشروعنا في هذا وإكمال خطتنا اللي أنتم لمستوها على الأرض إن شاء الله ناوين نغير يعني نية وعمل إن شاء الله في تغيير واقعكم إلى أفضل مستوى إن شاء الله بالمرحلة القادمة ما يبقى عدنا عاطل عن العمل يعني بكل إمكانياتنا نعم وأن على ملف التعينة وعلى ملف التوفير فرص العمل بالجوانب الاستثمارية ولدينا مشاريع استثمارية قادمة خططنا لها إن شاء الله ستستقطب الأعداد كبيرة من الشباب والعاطلين عن العمل وأيضا طيب إن شاء الله ما نشوف امرأة وأرملة ومريضة وغيرها إلا وفرنا الهارات بالرعاية إن شاء الله وإحنا رأينا أكثر من 12 ألف طلب إلى وزارة العمل وسنتابع إكمال هذه الأرقام من أجل حصولهم على الرواتب وأيضا ما يخص الجانب التربوي والجانب التعليمي هناك مشروع لفتح جامعة في شمال بغداد زين أستاذي جانب التربوي أحنا نتمنى لك نتمنى لك التوفيق ما العدد المدارس نتمنى لك التوفيق وهذه الأمور بالتأكيد يعني إحنا نأمل أنه بالفعل وصادقين بهذا الموضوع نأمل أنه نشوفه مو بس بشمال بغداد وكل العراق لأن العراقين يستحقون اشتركوا في القناة